مامي الرحيم كتاب الجديد في الاجتماعية مادات التاريخ المستوى الرابع صفحة 27 الدرس التاسعي حساب الزمن التاريخي السنة والعقد والجيل والقرن والألفية والألفية الهدف من هذا الدرس هو أميز بين وحدات حساب الزمن التاريخي وأتدرب على استعمالها أميز لتعلومي لحساب الزمن التاريخي نستخدم وحدات قياس مختلفة من حيث مدتها إذن نعرف ما وحدات قياس الزمن وكيف أحسبها وأميز بينها وأستعملها أنجز أنشطات من جال النشاط الأول أتعرف الوحدات القصيرة والمنتوسطة لحساب الزمن وأستعملها سامع عمر جده وشيخا مسنا من أبناء جيله يستعرض بعض ذكرياتهما فاستحضر تعلماته في الرياضة وتسأل عن معنى بعض الوحدات الزمنية التي وردت في كلامهما إذن سنقرأ ما جاء في كلام الحوار الذي ضار بين جد عمر وشيخ مسن ماذا قال له إننا نعيش في الألفية الثالثة ألفية الثالثة نقلع لهذه العبارات مزيلا وقد بلغت بلغت يعني في العمر ديالي قرنا قد بلغت قرنا من الزمن في فاتح يناير 2020 لقد عيشنا عشرة عقود وعاصرنا ثلاثة أجيال وعشر سنوات من عمر الجيل الرابع إذن هنا كين الألفية وكين القرن وكين العقد وكين الجيل إذن أربع وحدات قياس سنحاولون نعرفها بطبيعة الحال لحساب أعمارنا نحتاج إلى تاريخين تاريخ السنة الحالية وتاريخ الولادة إذن مثلا عندما نسأل تلميدا أو طفلا كم عمرك يجب أن يعلم تاريخين تاريخ زياد ديالو سنة الميلاد 2011 والسنة التي هنا فيها ألفين وأدعط亂 ألفين وأدعط亂 نقس ألفين وbu coordination أثتاوي الثمانية يعني العمر ذيالو تماني سنوات إذن هناك قاعدة حسابية لكيفية احتساب العمر مثلا إذا كان عندنا مثلا مثال آخر السنة الحالية مثلا هي الفين وواحد وعشرين سنة ميلاد مثلا ناخذه مثلا ادريس مثلا هذا مثال يالابريس سنة سنة ميلادية هي ألفين واربعة عشر إذن 2021-2014 هي السبعة إذن عمره سبع سنوات أسمي الوحدة الزمني المستعملة في القاعدة والمثال أطبق القاعدة في حساب عمر بعد أفراد عائلتي بحلال طريقة للنهار أحسب سنوات عمري بالشهور وبالأيام إذن منك أن نقول مثلا عمره إدريس هو سبع سنوات إذن بإمكاني مثلا عمره إدريس إدريس هو سبع سنوات إذن إلا بغينا نحسبوها بالشهور إذن نعلم أن نعلم أن السنة بها تساوي 12 شهرا إذن عمره إدريس بالشهور عمره إدريس بالشهور 7 سنوات مضربة في 12 شهرا إذن 7 في 12 14 7 في 1 7 8 إذن 480 شهرا إذن عمره إدريس بالشهور هو 84 شهرا إلا بغينا نشوفوه بالأيام عمره إدريس بالأيام هو 7 مضربة في السنة كم من الأيام هي 365 يوما إذن عمره بالأيام هي 7 مضربة في 365 يعني عدد الأيام في السنة هو هذا وعمر ضياله سبع سنين إذن 7 مضربة في 365 تساوي 7 في 35 أعتقد بـ 3 7 في 6 2 4 3 5 4 أعتقد بـ 4 7 في 6 3 21 4 25 إذن 25 إذن عمره بالأيام هو 12555 يوما ويمكن تطبيق هذا المثال على أعمار بعض أفراد عائلتي إذن استخلص تعريفا للسنة كوحدة الزمنية إذن السنة كوحدة الزمنية تساوي 12 شهرا تلاتمائة وخمسة وستون يوما إذن هذا هو تعريف للسنة ننتقل إلى الخط الزمني المنجز الذي يمثل مراحل حياة جد عمر نعشفنا في الحكاية دياله هنا ديال جد عمر إننا نعيش في الألفية الثالثة وقد بلغت القرن من الزمن في فاتح يناير ألفين عجرين قد عيشنا عشرة عقود وعصرنا ثلاثة أجيال وعشرة سنوات من عمر الجيل الرابع إذن نلاحظوا الخط الزمني نحن لدينا الجيل الأول للون الأزرق الجيل الثاني باللون الأخضر فاتح والجيل الثالث والجيل الرابع إذن عشر سنوات من الجيل الرابع يمكننا أن نلاحظوا أن الجيل الأول من 1920-1950 يعني أن المقياس الخط الزمني هو عشر سنوات يعني كم تقرب عشر سنوات عشرة زائد عشر عشرين زائد عشر ثلاثين إذن الجيل الأول ثلاثين والجيل الثاني ثلاثين والجيل الثاني ثلاثين والجيل الثالث والجيل يساوي ثلاثون سنة الجيل الجيل هو ثلاثون سنة هنشوفوا هنا وحددوا المدة الزمني المستاملة في المقياس الجيل العقد السنة إذن هنا هذا وش هو عقد السنة من خلال العبارات التي نعنا أنه جد عمر عاش عشر عقود يعني هو العمر دياله مئة سنة عمر جدي عمار هو عمر جدي عمار مئة سنة وعاش عشرة عقود يعني العقد كما شفنا الجيل هو ثلاثين سنة إذن العقد هو العقد هو عشر سنوات مئة مقصومة على عشرة هي عشر سنوات إذن العقد هو عشر سنوات إذن مقياس المستعمل في الخط الزمني هنا هو عشر سنوات ليه هو العقد إذن العقد يساوي عشر سنوات السنة أنا شفنا هنا السنة التعريف دياله يأتنا عشر شعرا أو ثلاثمائة وخمسة وستون يوما الجيل ثلاث سنوات العقد عشر سنوات بقنا الألفية الألفية أحسب سن جدي عمر باستعمال هذه الوحدة الزمانية إذن الوحدة الزمانية للعقود قلنا من خلال نحسبها هي عشرة عقود عشرة عقود إذن هالعقد الأول واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سستة سبعة ثمانية سعود عشرة إذن إلى غاية فاتح يناير 2020 فهو عشرة عقود عمره جدي عمر مئة سنة أي عشرة عقود استحضروا معنى الجيل ومدته الزمنية كما رأينا في المثال السابق الجيل هو ثلاثون سنة وحديدوا عدد الجيل التي عصرها جد عمر إذن جد عمر إذن جد عمر إذا شفنا فرق سواء نبغينا نستخرجوا من النص من الشهادة التي تحكيها جد عمر حتى نكتشفوا أنه عشرة ثلاثة أجيال وعشر سنوات من الجيل الرابع إذن هنا تقول لك ثلاثة أجيال عشرة الجيل الأول الجيل الثاني الجيل الأول الجيل الثاني الجيل الثالث وعشر سنوات من الجيل الرابع يعني عقد من الجيل الرابع العقد الأول من الجيل الرابع إذن ثلاثة أجيال عدد الأجيال الذي عصرها جد عمر نجاوب على السؤال هنا عدد الأجيال عدد الأجيال التي عشرها جد غمر هي ثلاثة أجيال وعشر سنوات أو عقد يعني نسمي وعقد كذلك من الجيل الرابع إذن جد عمر ثلاثة أجيال والعشر سنوات الأولى أو عقد من الجيل الرابع هذا هو الجاوب عن السؤال التالي وبالتالي علمنا ما معنى السنة ما معنى الجيل ما معنى العقد سبقي أن نعرف ما معنى الأولى ننتقل إلى النشاط الثاني الصفحة 28 أتعرف الوحدات الطويلة لحساب الزمن وأستعملها تطلق الألفية على مئة عام إذن هذه هي التي كانت ما زالا نقصة تطلق الألفية على مئة عام سنوات إذن الألفية هي ألف سنة ألفية تساوي ألف سنة وكين القرن كذلك القرن تساوي مئة سنة سنحاول أن نركبها في ورقة أخرى إن شاء الله إذن قرن وعداء باش نفهم الألفية مزيان تساوي عشر قرون يعني كل قرن في مئة سنة يعني عشر قرون التاريخ الميلادي ابتدأت الألفية الأولى من ميلاد المسيح عليه السلام عيسى عليه السلام من سنة واحد إلى ألف والألفية الثانية من ألف واحد إلى ألفين والألفية الثالثة من ألفين واحد إلى يومنا هذا المثال وقع حدث المسيرة الخضراء سنة 1975 إذن هذي في الألفية الأولى والألف التانية والألف التالتة بطبيعتها في الألفية التالتة لأن الألفية الأولى هي من واحد من ماهوce الألف والألفية الثانية من آلف من الألفين والألفية الدالتة من ألفين وواحد من ألف وواحد wy Lloyd في الألفين وواحد إلى غاية السنة اللي فيها حيني» 2021 إذن لدينا عشنا ثلاثة ألفية leveraging الألفية الأولى والألفية الثانية و21 سنة من الألفية الثالثة إذن حدث المسير الخضراء وقع في الألفية الثانية الأولى الثانية إذن في الألفية الثانية ونعيش اليوم في الألفية الثالثة بالنسبة للتاريخ الهجري فهو يحتسب من بداية هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من المكة إلى المدينة إذن ابتدأت الألفية الأولى من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من المكة إلى المدينة من السنة واحد إلى السنة ألف أبسدت ألفية التانية من سنة 10000 وحد إلى سنة الحالية إذن نحن أمام ألفيتين الألفية من 1 إلى 1000 والألفية التانية من ألف وحد إلى السنة الحالية إذن أقرأ القاعدة والبثل ثم أسمي الوحدتين التي نحسب بهمها المدة الزمنية الطاولة وأحدد مدة كل منهما إذن جواب للسؤال لون المدة الزمنية أو الوحدة أفوان الوحدة الزمنية طويلة التي نحتسبها هي الألفية ومدتها ألف سنة السؤال الثاني أبين حسابين كيف أنتقلوا من القرن إلى الألفية ومن الألفية إلى القرن طبيعة حال لدينا الألفية هي ألف سنة والقرن هو مئة سنة إذن ألفية إذن ألفية إذن نتقل على القرن نقسمها على عشرة إذن نقسم ألف على عشرة إذن بشأننا نشهد للقرن وكذلك من نتقل من القرن الألفية كان ندرون عملية ضرب هنا القسمة على عشرة وهنا ضرب عشرة بشأننا نتقل من الألفية إلى القرن ومن القرن إلى الألفية بالرجوع إلى الخط الزمني أحددوا التاريخ لذلك بعلق فيه جد عمر من الزمن قرنا من الزمن يعني إلى إلا رجعنا إلا رجعنا الخط الزمني متى بلغ جد عمر قرنا من الزمن هو فاتح يناير بلغ جد عمر قرنا من الزمن إذن الجواب هو جواب على السؤال هو بلغ جد عمر قرنا من الزمن فيه إذن جواب هذا الثاني الجواب على السؤال الثالث بلغ جد عمر قرنا من الزمن بتاريخ فاتح يناير 2020 إذن جواب على السؤال الثالث برجوع الى الخط الزمني انا اذكر جد عمر ضيفه بانه مايش في الالفية الثالثة احدد زمنيا بدايتها ونهايتها واستعمل القاعدة الحسابي لمعرفت كم سنة مرت منها اذن اذن اذكر هنا ارجعنا الخط الزمني هنا اذن الالفية الاولى الالفية الاولى بدأت من سنة ميلاد المسيح واحد الى الفية الثانية من الالفية الثالثة من الفية الثالثة من الفيهة الثالثة من الفيهة نقص 2021 نقص 2021 نقص 21 نقص 21 نقص 21 يجب أن نقص 21 فهو ألفية إذن عدنا 2001 هي البداية للألفية و2021 هي السنة التي وصلت فيها الآن سنة التي وصلت إليها الألفية الثالثة إذن 2021-2020 سنة إذن مرت 20 سنة من الألفية الثالثة إذن هذا هو جواب السؤال بالنسبة لذكروا بهذه المعطيات إذن قلنا السنة هي 12 شهر أو 365 يوما قلنا العقب هو يساوي عشر سنوات القرن أقبل من القرن الجيل ثلاثة عقود يساوي ثلاثون سنة القرن هو مئة سنة والألفية يساوي ألف سنة أو بمعنى أخر عشرة قرون إذن هذه وحدات زمنية سننبقى عقلا عليهم نستعملون في جميع التمرين القادمة إن شاء الله بالنسبة للنشاط الثالث فهو عبارة عن نفس التمرين للحساب للزمن أختار وحداتا بين التاريخ المدينتي وحسب مدتها باستعمال وحدات الزمنية إذن نختار بعض مثلا هنا أحدات لأحدتين ونحاول نحسب الزمن لمرمة بين الأولى والثانية وأستخلص تعريفها للمدة الزمنية بحال عدو ليدرنا يعني المدة الزمنية وقوموا تعلمي ورتبوا فيه جدول على دفتاري الوحدات المستخدمة في حساب الزمن من الأقصر إلى الأطول سندعموا التعلم دينا باش نرتبوا لدينا خمسة الوحدات القرن والسانة والجيل والعقد والألفية سوف نرتبوا من الأقصر إلى الأطول إذن طبيعة الحال إذا ما سوف تكون ستكون السانة بطبيعة الحال ومن بعد منها يأتي العقد وهو عشر سانوات إذن السانة هي اللولة ثم ستكون السانة ثم سوف يأتي العقد ثم سوف يأتي العقد ثم سوف يأتي العقد سؤال الثاني صدرت اتفاقية حقوق الطفل في عشرين نوان بيل أحسب المدلة التي مرت على صدورها إذا نحن عشرين نوان بيل ألف وتسعمائة 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 وتمانين ونحن ندب في عشرين نوان بيل ألفين وواحد وعشرين إذا كم نحن ندب كم سنة مرت على صدور هذه الاتفاقية إذا هي ألفين واحد وعشرين ناقص ألف وتسعمائة 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 وتمانين جوج سعد ناقص اتناش تلاتة سفر سفر إذا مرت اثنان وتلاتون سنة على صدور اتفاقية وإن فالطفل نعم الشيء بالنسبة لعيد العرش كان أول عيد العرش لملك محمد السليس في ثلاثين يوروز امرت على جولوسيا على العرش نحن في سنة ٢٠٢١ نقص ١٩٩ نقص ١١٩ ١١١ ١١ ١١ نقص ١٠ في عهدي المالك محمد السادس نفس الشيء نادنا أسسة جامعة القراوين سنة ١٨٩٨ ميلادية وحددوا الألفية التي تمتمي إلى هذه المعلومة كما علمنا في التمرين السابق بسبب أن الألفية هي ألف سنة ألفية الأولى من ١٠٠ والألفية الثانية من ١٠١١ من ١٠٠٢١ طبيعة الحال معلمة القراوي المؤسسة سنة ١٩٩٨ ميلادية تقع في الألفية الأولى إذا بما أن القراويون تم تأسيسها سنة ١٩٩٩ إذا فهي تقع في الألفية الأولى أي من ١٠ إلى ١٠ الألفية الأولى إذن هذه المعلومة وهي جامعة القراويين تنتمي إلى الألفية الأولى تنتمي جامعة القراويين إلى الألفية الأولى هذا كل ما هو بالنسبة للزمن التاريخي وحساب الزمن ووحدات الزمن دائماً يجب أن نتذكر جيداً هذه الوحدات الزمنية السنة هي ١٢٠ شهر أو ٣٥٥ يوم العقد عشر سنوات الجيل هو ٣ عقود أو ٣٠ سنة القرن هو ١٠ سنة والألفية ١٠ سنة أو ١٠ قروض هذه الوحدات لغادينا نصاد فهم في الدروس المقبلة إن شاء الله موسيقى